ومن جانبه قال النشط السيناوي وعضو لجنة الخمسين سابقا مسعد أبو فجر قال إن قوات من الجيش أحرقت منزلا لذويه في مدينة رفح معتبرا في ددوينة له على موقع الفيسبوك أن هذا أتي في سياق ما سماها جرائم حرب ضد المدنيين العزل في سينها إقدام الجيش على حرق خص أهلي في رفح رسالة تقول إننا سنحرق وندمر ونقتل كل من يمت لك بأي صلعة لكني لا أرى الرسالة إلا في نفس سياق الجرائم الحرب التي يقترفها الجيش ضد العزل في سيناء خص أهلي ليس أحسن من آلاف من خصوص الفقراء وأهلي ليس أحسن من آلاف الفقراء في سيناء رسالة الجيش اليوم جاءت لتزيدني إصرارا وتؤكد على صحة موقفي وعلى إنسانية انحيازاتي